الأعمار من 6 أشهر إلى 9 سنوات اللي عمرهم ما أخدوا لقاح الإنفلونزا أرجوكم ياخدوا جرعتين من الإنفلونزا لأول مرة فاصل بينهم 4 أسابيع برضو هاي نقطة برضو بيكون فيها لغة ليش؟ لأنه أول مرة باخدوا فبدنا نعطيهم زي البوستر هاي نعطيهم جرعة معززة فقط اللي ما عمرهم أخدوا لقاح الإنفلونزا من 6 شهر إلى 9 سنوات الأعمار ياخدوا جرعتين من لقاح الإنفلونزا فاصل بينهما أربع سابع يعني ستي الحلقة هاي كتير مهمة ليش مهمة ليش بيحكي عن إنفلونزا ما هي كل سنة بتيجي أنا بس دعوضي نقطة والكل حظها أنه السنة اللي فاتت سترندا ما شفنا حالات إنفلونزا ولهذا السبب الخبراء أهلها في العالم كلهم عم بيحذروا أنه لأنه السنة اللي فاتت فاتتنا الفرصة أن ننعد بالإنفلونزا فممكن لا سمح الله الخريف والشتاء هذي يكون صعب علينا بالإنفلونزا ولهذا مهم جدا نتكلم عنه ونحكي عن لقاحاته زي ما تفضلت ستي فيروس كورونا مختلف عن فيروس الإنفلونزا هما من فيروسات تنفسية بس فيروس إنفلونزا مختلف عن كورونا طيب هل لقاح كورونا بقي من إنفلونزا الجواب لا معنا دراسات وجواب لا طيب هل لقاح الإنفلونزا ممكن يقوي بكورونا على الأغلب لا ما في صلة لكن في دراسة حلوة حاب أشير إليها وجدت بأنه متلقي لقاحات الإنفلونزا ممكن أنه يقل عندهم فرصة العدوى من عشرة لثلاثين في المئة بيقلل طيب هل يمكن إحنا بالأردن يعني معظم الناس أخذوا لقاح الكورونا كورونا يعني ولكن هل من يجرى أربعة ونصف مليون جرعة جرعتين يعني وهذا يعني شخص رقم جيد نعم طيب هل من الفئات اللي لازم تاخد أو ينصح إنها تاخد لقاح الإنفلونزا خمس فئات أنا حاب أحكي عنهم الصغار جدا بالسن من ست أشهر فما فوق ست أشهر أست أشهر كبار السن خمس وستين فما فوق مرضى الأمراض المزمنة المناعة مزودي الرعاية الصحية وآخر شي الحوامل والمرضعات دكتور الحوامل والمرضعات نعم الحوامل المرضعات مطعوم الإنفلونزا هو من المطاعيم اللي تعتمد على الفارس المثبت سترندا زي لقاح الصيني تقع كورونا الميت بين قوسين ولهذا السبب هو آمن للحوامل تمام فهذه هم الفئات الخمسة اللي منحب دائما خب جرعة الصغار شو الجرعة بتقول من ستة شهر لخمس سنين عفوا دكتور من ستة شهر لا لا فوق ممكن نعم هلأ الفكرة إنه برضو من الأخطاء الشائعة اللي بنسمعها إنه دكتور الصغار بأخده نص الإبري لأ الإبري هاي نص مقل سترندا 0.5 مقل نص مقل للصغار من ستة شهر فما فوق والكبار نفس الجرعة لأنه نسمع مرات إنه لا الصغار نص جرعة لا هذا خطأ وبدي أشير النقطة كمان إذا سمحتيلي بأنه من ستة شهر لتسع سنوات الأعمار من ستة شهر إلى تسع سنوات اللي عمرهم ما أخدوا لقاح الإنفلونزا أرجوكم ياخدوا جرعتين من الإنفلونزا لأول مرة فاصل بينهم أربع أسابيع برضو هاي نقطة برضو بيكون فيها لغة ليش؟ لأنه أول مرة بأخدوا فبدنا نعطيهم زي البوستر هاي نعطيهم جرعة معززة فقط اللي ما عمرهم أخدوا لقاح الإنفلونزا من ستة شهر إلى تسع سنوات الأعمار ياخدوا جرعتين من لقاح الإنفلونزا فاصل بينهما أربع أسابيع فها هي بالنسبة للجرعة وبالنسبة لللي ما أخدوا طيب مين في ناس ممكن يكون خطورة عليهم يفضل إنهم ما ياخدوا لقاح الإنفلونزا؟ أي شخص تلقى لقاح أي لقاح مش بس الإنفلونزا وصابته صدمة تحسسية أنا في لاكتك شوك شو يعني دكتور أنا في لاكتك شوك؟ يعني مش طلعت تيك حبات حمر أو والله لأ أنا في لاكتك شوك صدمة تحسسية يعني نزل ضغطه دكتور مش قادر أتنفس أعطون من ودي على الطوارئ لأنه بده أدوية خصوصية هدول الأشخاص ما بنعطيهم أي نوع من اللقاح مش بس أي لقاح فتحسسك من أي مواد من أي لقاح مش بس الإنفلونزا حتى الكورونا هذا هو المانع فقط أنك ما تأخذ اللقاح ومرات بيقولوا أنه الناس اللي عندهم حساسية من البيض كمان ما يأخذ اللقاح السؤال كتير حلو سترندو هذا كتير منسأله الجواب لا لا نعم لا اللي عنده حساسية من البيض بيقدر يأخذ لقاح الإنفلونزا طب دكتور شو لو حسيه خفيفة متوسطة نعم بيقدر يأخذ طب الشديدة نعم ولكن يأخذها بالمستشفى لو سمحت لأنه لا سمح الله إلي صار إشي لأنه ستي مطعوم الإنفلونزا هو تعرفي بكت فيروس من ثبته بس من كاتره على البيض فممكن تضل مايكرونز يعني أشياء بسيطة جدا أقل من واحد مايكرون فعشان إحنا بس بنقول إنه كلهم بقدر يأخذوا اللي عنده حساسية من البيض كلهم بقدر يأخذوا لكن الشديد الحساسية من البيض بليز خدوا بالمستشفى بالمستشفى طيب هل دكتور زي ما تفضلت اللقاح الإنفلونزا هو عبارة عن الفيروس ولكنه مصبت نعم مصبت مئة في المئة يعني ميت ميت بالضبط ولكن هل هناك مواد كيميائية ناس بتخاف منها تكون موجودة بهذا اللقاح زي مثلا ألمنيوم زئبق فورمال ديهايد هاي ناس عم بتخاف منها كتير برضو سؤال كتير حلو ستران ده الجواب لا ألمنيوم ألمنيوم الزئبق مش موجودين باللقاح الإنفلونزا إذا قرأتوا جوا النشرح تلاقوا فيه فورمال ديهايد دكتور فورمال ديهايد نسبته 1% من الموجود في جسمنا طبيعيا نسبته 1% من الموجود في جسمنا طبيعيا ويخرج أصلا من الجسم طبيعيا فما في أي خوف أرجوكم بالعكس هناك دراسات تثبت بأنه هناك رابط بين أخذ مطعوم الإنفلونزا والتخلص أو تقليل من أنه لا سمح أن الواحد سيبه خرف لأنه بقوله أنه هاي الألمنيوم فبالعكس يعني الرسالة اللي نوصلها سيترندا لقاح الإنفلونزا في ظل جائحة كورونا مهم جداً ليش مهم أول شيء عشان يخفف درجة الشك عند الطبيب المعالج أنه أنت إنفلونزا ولا كورونا إذا تكون ماخذ المطعوم بتخفف على الطبيب الشك واحد اتنين زي ما قلت فيه دراسات كتير حلوة أنه لو أخذت الإنفلونزا ممكن تساعد على كمان أنه ما تنصاب بكورونا ولو أنه هاي الدراسة يعني ما منعتمد عليه إحنا منعتمد أنك تكون ماخذ مطعوم الكورونا والإنفلونزا طيب وإمتى أفضل وقت الناس ياخدوا لقاح الإنفلونزا؟ يعني ستة إحنا منفضل دائماً بشهر سبتمبر شهر تسعة وشهر عشرة يعني قبل شهر قبل نهاية شهر عشرة يعني بتركز على هالنقطة يعني بليز الجميع إذا سمحتم بشهر تسعة وعشرة ماخذ مطعوم الإنفلونزا بس بدي أذكر شغلة ستة رندة يمكن يمكن يتكون أول مرة نذكرها ويمكن إن شاء الله آخر مرة نذكرها في ظل جائحة وهاي صارت في الجوائح السابقة أنه بإمكاننا في ظل هيك نشاط لفيروس مختلف أن نبقي على إعطاء مطعوم الإنفلونزا لغاية جانيور لغاية يناير يستمد ممكن يعني دكتور أنا عدة شهر عشرة خلص ما أخذ الأبليز خد حداعش لو سمحت خد ممكن لغاية شهر واحد ليش؟ لحنا في ظروف استثنائية ضلك يعني متأكد إنه ممكن تأخذ مطعوم الإنفلونزا حتى يناير ولكن يفضل قبل طبعاً يفضل تسعة وعشرة نعم الآن السنة الماضية ما شفنا كتير حالات فلو شو السبب؟ هذا يعني ملاحظة كتير مهمة منك ستة وهذا اللي بخلينا إحنا ليش هاي الحلقة مهمة السبب نعزيه يعني الخبراء بيعزوه إنه بتاع في السنة الفات إغلاقات تبا عدنا جسدياً كل العالم إغلاقات الماسكات والتعقيم هذا إشي إيجابي وهذا دائماً ينصح فيه بس هذا بالمقابل سترندا خلى الخبراء يخافوا إنه إحنا فقدنا الفرصة إنه ناخد العدوى تاعت السنة الماضية بالشتاء وبالتالي الإنفلونزا بين قصين تتحلف لنا هاي السنة فليس خدوا اللقاح يعني لأنه إحنا ما بنعرف عنه وهذا اللقاح ستاند شو اللي بنعمله إحنا كل سنة بنعرف شو السلالات اللي عم بتدور بناخدها بنثبتها بنعطيها لأن كل سنة بتجدد ونفس الشي باي ذوي حيصير لقاحات كورونا نفس الشي فما بنعرف عن السنة اللي فاتت ولهذا السبب إحنا لا يعني بنركز عن هذا الموضوع حلق لأنه السنة الفاتت فعلاً ما شفنا حالات خلنا ولو سمحتي لي في نقطة كتير مهمة مدام نحكي عن اللقاحين لا تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا دكتور لازم الفاصل أسبوع أسبوعين الجواب لا CDC مركز مكافحة الأمراض الأمريكية آخر شي بليز يعني نقرأ ما في داعي لأي فاصل بس الركومنديشن أنه ينعطوا بذراعيني مختلفين يعني إذا ساقة بدك تخدوا من الاثنين خد واحد كورونا هون واخد هون إنفلونزا وأنت هيك الرجل الحديدي شكراً إلك دكتور دينار بلعاوي مستشار الأمراض الماضية والعضو بلجنة المطعام الأردنية شكراً إلك ستة شكراً إلك شكراً إلكتوري شكراً إلكتوري